شاركت الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة عن بعد في الاجتماع رفيع المستوى حول فيروس نقص المناعة البشرية الأيدز الذي عقد في الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة بحضور عدد من الزعماء ورؤساء الحكومات والوزراء من مختلف دول العالم وشخصيات دولية وخلال كلمة في الاجتماع أكدت الصالح أن مملكة البحرين تول اهتماما بالغا بالبرامج الوطنية الوقائية بصفة عامة وببرنامج مرض نقص المناعة المكتسب بصفة خاصة وتحرص على توفير التمويل المستدام اللازم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية للمصابين بالمرض بالرغم من الظروف التي تمر بها الأنظمة الصحية بسبب جائحة كورونا على مستوى العالم هذا واستعرضت وزيرة الصحة لاجراءات التي اتخذتها البحرين على كافة المستويات الصحية من الرعاية الأولية والثانوية من خلال توفير التغطية الشاملة لرعاية مرض نقص المناعة المكتسبة والوقاية منه منوهة بالتزام المملكة ببناء القدرات من الكوادر المؤهلة للعمل في برنامج مكافحة المرض ومملكة البحرين ملتزمة تماما بتطبيق كافة الاستراتيجيات والغايات والخطط التي تدعم الجهود العالمية نحو تحقيق الإنصاف وإنهاء عدم المساواة وإنهاء الإيدز فقد تم تشكيل لجنة وطنية للوقاية من مرض نقص المناعة البشري كما تم إصدار قانون خاص لحماية المتعايشين مع المرض من المواطنين ومقيمين وصون حقوقهم في تلقي العلاج المجاني على حد سواء وبما يضمن احترام مبدأ المساواة وحقوق الإنسان ويشمل هذا القانون إضافة للتغطية الصحية الشاملة قوانين تضمن حقهم في العمل وتجرم التعامل معهم بأي صورة من صور التمييز أصحاب المعالي والسعادة لا بد أن نعمل معا لمعالجة أوجه عدم المساواة وإعمال حقوق الإنسان في سعينا للقضاء على الإيدز وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بالاستراتيجية العالمية للإيدز للسنوات الخمس المقبلة 2021-2026 وأدعي الجميع لمواصلة هذا العمل العالمي رغم التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 على الجميع ترجمة نانسي قنقر